اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم متابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله تواصل تنفيذ مبادراتها الحضارية لتعزيز الامن البيئي وتؤكد على التزامها باتفاقية باريس وبمتابعة ما علنت عنه في قمة غلاسكو بشان خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 والوصول للحياة الكربوني في عام 2060 نعم جاء ذلك خلال كلمة معالي في الجلسة الرفيعة المستوى لرؤساء البرلمانات ضمن الاجتماع البرلمانية الدولية المنعقد اليوم بمناسبة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بمشاركة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ورؤساء وأعضاء وفود المجالس والبرلمانات الدولية والمقام في إمارة دوبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبتنظيم مشترك من الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أوضح معالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته أن الاجتماع البرلماني الدولي والذي ينعقد لأول مرة في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف يهدف إلى تكثيف الجهود البرلمانية وتفعيل أدواتها بشأن تغير المناخ والتعاون مع الجهة المعنية من خلال منظومة تشريعية عصرية وجهود برلمانية متعظمة وصولا إلى عالم أكثر استدامة ومستقبل أكثر أمانا وازدهارا للبشرية ترجمة نانسي قنقر